يواصل اليمن الإنزلاق نحو كارثة إنسانية واقتصادية والتمزق مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم وهدف استعادة سلطة الحكومة في جميع أنحاء البلاد بات بعيد المنال وهو ما يفاقم آثار النزاع المسلح على اليمنيين في مناطق الحوثيين والمناطق المحررة على حد سوى هذه خلاصة الخلاصة للتقرير النهائي لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن عن الأوضاع في اليمن خلال العام المنصرم 2018 فإلى أين يمضي اليمن وإلى أي قاع ستهوي أزماته ومشاكله المختلفة في مفارقة مثيرة للجدل تتشابه ممارسات الطرفين وانتهاكاتهما ضد اليمنيين ممارسات ميليشيا الحوثي الإنقلابية وممارسات التحالف الموقذ الذي تدخل لمساعدة اليمنيين في كسر الإنقلاب إنعدام لسيادة القانون وتنامي لظاهرة الإفلات من العقاب في المناطق الخاضعة للحوثيين والشرعية على حد سوى ولا تزال حياة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان معرضة للخطر فيما تنتشر أنماط الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وسوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم في أنحاء البلاد بحسب خبراء أيضا فإن المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي والأخرى الخاضعة للتحالف باتت بيئة قمع للمواطنين حيث يستمر الطرفان بارتكاب الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين والبنية التحتية بقصف طائرات التحالف والاستخدام الجائر للمتفجرات من جانب قوات الحوثيين تتلاشى الشرعية على حساب كيانات موازية وميليشيات مسلحة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية بإشراف التحالف تعمل الإمارات على إزاحة الحكومة وتتصدر معارضة الرئيس هادي في الجنوب بأدواتها المحلية متمثلة بالمجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني والنخب العسكرية ومسؤولين أمنيين حالة عدم سيادة القانون واستشراء الفساد وتصاعد الجريمة وزرع الكيانات الموازية هو شفرة تمكين واقع لا دولة التي باتت مصالح مختلف الأطراف مرتبطة بها وبات الجميع مستفيدا منها ووحده الشعب ضحية يواجه مصيره ومعاناته دون سند